لسه متواصلين معاكم في رصد أخبارنا لأن كمان الجهاز المركزي للتعبية العامة والإحصاء أعلن عن نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية 2021 وده مبارح ويقدم مجموعة من المؤشرات المهمة جدا عن معدلات الإنجاب وتنظيم الأسرة وصحة الطفل وتمكين المرأة ورصد كل المؤشرات اللي بتخص الأسرة المصرية تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء أعقد الجهاز المركزي للتعبية العامة والإحصاء مؤتمرا صحفيا للإعلان عن نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية والذي يساعد متخذ القرار في رسم السياسات والبرامج السكانية والصحية المختلفة كان فيه اهتمام على مستوى القيادة السياسية بهذا المسح سواء بتنفيذه أو إعلان النتائج الخاصة به بحية كان الهدف من هذا المسح هو أن احنا نوفر النتائج والمؤشرات اللي بتوضح الوضع السكاني والصحي للمجتمع المصري على المستوى القومي على المستوى المحافظات المسح ده مجهود طويل جدا بنشتغل فيه احنا اترى بنشتغل فيه يمكن من 2018 على مراحل مختلفة يعني من 2018 و2020 يمكن النهاردة تفضل الدكتور عرب تجيدي نتكلم كده على المغود اللي يتعامل وتعرض على ان كان في خمط الرئيسة كتير من مرتين في العمل التحضرية عشان يوصل للنور وإن الجهاز المركزي يقوم بتنفيذه المسح شمال كافة محافظات الأمورية من خلال عينة عشوائية على ما يقارب من 35 ألف أسرة فقد تم تصميم المسح من أجل توفير المؤشرات التي تسمح بتحديد التداخلات المستقبلية للبرامج السكانية والصحية والتي تساعد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة تأتي أهمية المسح الصحية للأسرة في توفير قاعدة بيانات تساعد في تقييم البرامج السكانية والصحية إلى جانب سد الفجوة في هذه البيانات الهمة كما أنها تساعد في التخطيط لهذه البرامج جرمين إبراهيم التلفزيون المصرية في الحقيقة مسح في غاية الأهمية لأنه بيدي مؤشرات وزي ما سمعنا فيه التقرير شغالين فيه من 2018 وليه هدف رئيسي وهو يعرفنا أن الأسرة المصرية المؤشرات الخاصة بيها هي فين اللي محتاجين نحطه فيه موازنة السنة الجاية نهتم أكتر بصحة نهتم أكتر بتعليم نهتم أكتر كمان بفكرة تعداد السكاني كمان وتنظيم النسل تحديدا فأعتقد أن الأرقام دي هتكون لها دلالات مهمة جدا في الفترة اللي كاية نهاردة كمان يا حد سيكون معنا على مدار الحلقة المستشار حسين عبدالعزيز سيكلمنا بالتفصيل ويفهمنا يعني إيه مسحه أهمية المسح ده أهمية توفر المعلومات الخاصة بالأسرة المصرية في مسألة تنمية الأسر المصرية